حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن أبيه قال حدثنا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم الشام فإذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق فإنها معقل المسلمين من الملاحم وفستاتها منها بأرض يقال لها الغوطة